السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا حل مشكلة الخطأ اللي بيظهر في اجهزة الاندرويد. اثناء فتح الجهاز او اثناء توصيل الجهاز بكابل بيظهر خطأ اللي انت هتشوفوه دلوقتي حاليا اللي هو خطأ الديل. طبعا الديل ده سببه مشكلته يعني ان انت بتحاول تتخطى حساب جوجل او تعمل اي عملية على اجهزة او اجهزة الاندرويد بعد اجهزة الاندرويد. فبيضرب ملفات خاصة بالبوت. تمام? فاحيانا الجهاز يقف على الرسالة دي ويرسر او احنا نفتح معك ويظهر الرسالة عادي. تمام? تعال احنا المشكلة دي طبعا طريقة تحلها انت ممكن تفلش فلاشة كاملة. والحل المشكلة دي هتحل في ثواني. بس اه انا هحلها لك بضغطة واحدة بس بدون تفليش. اهو الخطأ اهو. تمام? بيظهر في اجهزة اقتر حاجة وده جهاز مش هنقول اجهزة حديثة. اه اجهزة من اجهزة اللي هي المتوسطها يعني اللي موجودة في السوق اللي بتجدنا. مش القديمة قوي يعني اندرويت حداشر. هنحل المشكلة دي بطريقة سهلة كتن. زي ما احنا متعودين في كل الشرحات لازم تعرف المعالج. الجهاز ده معالج ممكن تكون معالج اس بي دي. نوسر الجهاز ونخش على القايمة الخاصة بالوندوز ده ويكون مسابتين تعرفات بساعتنا ونضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت اسناء توصيل الكابل. تمام يمركز في الحتة دي. اسناء توصيل الكابل. اه جرب كابل واتنين وتلاتة. الحد ما يبوت معك عشان بيبقى فيه كابلات. ما بتقبلش على السكت يعني فانت بتجرب كابل واتنين وتلاتة. تمام. بنضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت زي ما انت تشوفه كده. وهي اقرأ معانا المعالج الموجود في داخل الجهاز. المعالج بتاعه ده ميديا تيك ولا اس بي دي ولا كوالجوم ولا ايه ولا ايه حلوا اصلا اه بعد عملية معرفة المعالج. تمام? زي ما انتشوف من كده ارى معايا ميديا تيك. يبقى انا هاتجع على ايه? اي اداة بتدعم معالجات الميديا تيك بس يبقى فيها حل مشكلة. تمام? يبقى احنا كده عارفنا المعالج. تمام? والرسالة زي ما انتشوف من كده بتظهر في اسناء توصيل كابل واسناء فتح الجهاز. تمام? بيظهر بس احيانة ممكن تفتح الجهاز يفتح طبيعه وكل حاجة بس الرسالة دي تظهر اول لما تفصل الجهاز بتاع الجهاز. بس بيبقى في خطأ في الجهاز عشان تبقى عارف. تمام? اه اداتها في دك. تمام? فها قسم هنا خاص بالميديا تيك لاجهزة الاندرويد. بس الاجهزة اوب. وكل جهاز وليه حل المشكلة دي. تمام? زي ما انتشوف من كده ايه بتاعك القيمة دي نضبط على القيمة التانية دي. انا معلم عليها بالماوس. نزل هنا كده. وبعدك نضبط على ايه اصلاح الخطأ الديل. بس لما نضغط عليها اخدوا بالكم بقى هيظهر اجهزة اوبو. طب ينفع الاجهزة دي بتعمل على اجهزة طبعا لا. يبقى اداية هفيدك اصدار اصدار تلاتة بتدعم اجهزة اوبو بس. يعني الاجهزة المدعومة داخل الادية. طب لو جهاز تاني ما ينفعش طبعا. طب حل المشكلة دي دي اللي هتشوفه في الشرح وبتاختة واحدة هتحل المشكلة في ثواني. تمام? طبعا زب انا قلت لما تضغط هنا كده لو جهاز اوبو او اي حاجة وظهر نفس الرسالة او شبه الرسالة دي هتحله عن طريق اجهزة اه عن طريق الاجهزة المدعومة دي في اداية هفيدك اصدار تلاتة. دي لو اجهزة اوبو. طب الجهاز اللي معايا بقى هنحله ازاي? طبعا عمره ما ينفعش اداية هفيدك تفحل المشكلة دي. ده جهاز غير الجهاز. يعني دي اجهزة اوبو. ده جهاز ما ينفعش. تمام? نفتح بقى طبعا بدغطة واحدة هيحلنا المشكلة. بتاع تشوف مع بعض كده ازاي حلنا مشكلة. بتخش او بتدخل على قيمة ده معالج ميدياتيك وبتضغط بعد كده الاختيار اللي بعد اه الميدياتيك اللي تحت ده تمام? بالشكل ده كده وركزه عشان هيصر خطأ معنا دلوقتي والجهاز مش هيبوت. طبعا ده بتقول الجهاز مش مدعوم على مسلا. تمام? لا انا هحل لك مشكلة. بتضغط بعد كده دي الفاكس. تمام? لما تعلم هنا وتضغط على زر التعليقات الصوت خد والكم بقى. ناس شباب الفنين اللي هم مبتدين في الصوف توير بيقعوا في الخطأ ده وميعرفوش ايه السبب المشكلة. او يقول لك الجهاز مش مدعوم يعمل عن الميركلة هو في حاجة اسمها مدعوم عن الميركلة ده جهاز حديث. رسوا خد والكم. ما ظهر ظهر ايه? الجهاز ما بوتش. فانت هتقول لي تعريفات. لا تعريفات سليم. طب كابل بس بيه. تمام. طب ايه المشكلة? خدوا بالكم بقى. لازم تختار عملية البوت. لازم تختار عملية البوت في الميركل بوكس. او اي بوكس عمتن داعي بالاجهزة دي. او زر يتعلاج الصوت وخفض الصوت. ونوصل كابل برضو مش هيقرة معانا. على قد الجهاز يعني الجهاز ما فيوش اي مشاكل. خدوا بالكم بقى الشباب اللي بقعه في الخطأ ده. الفانيين المبتدئين مش عارفين يختاروا عملية البوت ازاي. خدوا بالكم بقى. لازم تضغط على اول اختيار ده. خاص باجهزة تمام? في كزا اختيار للبوت. تمام? انا هعلم على اول اختيار. اهو. وبعد كده اضغط على ووصل الجهاز برضو زر يتعلاج الصوت وخفض الصوت. خدوا بالكم بقى. ايه يحصل? كده ايه بقى? بوت معي. يبقى انا لازم اتأكد عملية البوت. لو ما ازبطش معي البوت ده اختار البوت التاني. تمام? اه زي ما تشوفين كده? بدأ يحمل معي اهو اول اختيار. علمت عليه وبدأ يبوت معي. وضغطة واحدة بس الاول لما وصلت الجهاز ابل معي على طول. يعني تعريفات الصح كل حاجة صح ووزهر مع الخطأ ده لازم يبقى انت في حاجة عندك انت مش عاملها صح. تمام? بعلم على اول اختيار. وبعد ما يخلص اكتب انا كده الحل المشكلة اتحلت. مفروض كده الميركري بوليت حلت المشكلة. تعالي نشوف مع بعض. تمام? زي ما تشوفين كده? الشعار ظهر. الرسالة الخطأ ما ظهرتش. فتح الجهاز. وبرضو هنفسر الجهاز للتأكد والمصدقية. وهنوصله على كابل ونشوف الرسالة دي تظهر في الشحن ولا? عشان انا بداية الفيديو شرحت وجهاز مغلق وبوصل الشحن. بس الجهاز بيفتح برضو بيظهر الرسالة دي عشان تبقى عارف. وكل الفانيين الفاهمين. عارفين النقطة دي. تمام? انا دلوقتي انا ما نزلتش فلاشة. ولا فلشت. ولا فلاشة اصدار اهل الجهاز فصل مني. لأ. بضغطة واحدة حل المشكلة وبامان ومفاشل اي مشاكل خالص. اهو. اما حاجة تختار البوت صح. وتضع تستار. وتختار. تمام? اهو. استنى الجهاز يفتح معنا. دي اللي موت. وبزي ما تشوفين كده الجهاز يشتغل معنا تماما هو. وفيش اي مشاكل. يعني الرسالة دي بتمنع الجهاز يفتح اهو بعد الاجهزة بتخلي الجهاز يزرع على الشعر ده الرسالة دي ويراصطر. يزرع على الرسالة دي ويراصطر. وفي بعض الاجهزة تمامك بتفتح معك عادي. تستنى اشتواني كده وتلاقي فتحة معك. عشان تحلها طبعا بلازم تفلش فلاشة كاملة. انا دلوقتي حالت لك المشكلة. ومن غير ما تفلش فلاشة كاملة. عن طريق اللي انت بضغطة واحدة هتحللك مشكلة دي. اهو. طب الطريقة دي تنفع بعض الاجهزة الميديا تيك معظم الميديا تيك زي التكنو والحاجات دي اهو تنفع مش اي مشاكل. تمام? اهو. ده الجهاز. تمام? اهو. موديل بتاعه. اكس ستمية سبعة وكمسين بي. اندروت حداشر. تمام? وحل المشكلة. اهو. بدغطة واحدة يا شباب. اتدادنا نحل المشكلة بدون تفليش. تمام? عشان لو جالك الخطأ ده نحله بطريقة سهلة جدا. اهو. وان شاء الله لو ظهر خطأ لاجهزة اوبو هنحاول برضو خد فيها اخطاء زي كده برضو هنحاول نعمل على شرح عملي برضو للتأكد من حل المشكلة برضو وعشان انتم شايفين ايه الشرح عملي كده زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت يا جماعة انا بقدم شرح نظري الاول ولو ما يتوفر معي هاتف انا ما بتأخرش بقى عملي شرح عملي زي ما انتم شايفين كده. خدوا بالكو بقى لما وصلت على الشاحن الرسالة اختفت خالص. حل مشكلة الملفات اللي حصل بقى خلل اللي هي خاصة بالبوت. وابضغطة واحدة بس من غير بقى ايه? اه فلاشة والكلام احنا عارفينه ده ونزل فلاشة من حلبتك وحلبتك نسخة مش عارف ايه وانا مش عارف اجيبها والكلام احنا عارفينه ده. لها ابضغطة واحدة اتحلت المشكلة. اهو زي ما انتم شايفين. واللي بقول لك البرامج اللي انا بستخدمها دي مش شغالة ومش عارف نزلها ده هو يعني معلش انسان خايب. اللي انا بقول لها ليه هو خايب كده. زي ما انتم شايفين البرامج شغالة هي ما فيش ايه مشكلة ومنامل على شرحات عمله وشغال عشرة على عشرة. بيبقى عب منك انت في ملفات عندك نقصة شيء اساسي في حاجة جزئية انت ناسية فمش البرامج دي مش شغالة عندك. تمام? طبعا لو عجبك شرح بتاعي منساش تعمل شخل القناة وتفعل زر الجرس واعمل شاء الله اصحابك عشان غيرك يستفاد. وتنساش تدعم البراكة لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.